كنا بتصريح مباشر لفخامة رئيس الجمهورية العماد الجنرال ميشيل عون مباشرة من دار الفتوى وأكيد قبل ما ننتقل إلى نقل المباشر كنا مع خبيرة الاتيكات مارلان سلهابيا من وجهة تحيي كتير كبيرة محطتنا هلأ مع فقرة بتنتروها ودايما فيها كريتيك ودايما فيها بباتريك مش ماقولها الاسمين كريتيك مع باتريك ليه طيب ببارك أنه حكرا عليك يعني ما صمت أنا أنه كريتيك مع باتريك بعدنا أصن واحدة ثالثة كريتيك مع باتريك سيماجيك هيك لا نغير اسم الفقرة باتريك خليل أهلا وسهلا فيك مونجور شكرا لوجودك كمانا كتير حالو ستيريك اليوم مرسي الستريت ستايل كتير لابقلك تانكيو تلامي من الجاكات الجلد مع التي شيرت اللي عليها رسومات كتير هاللأين وكتير لابق مع الباك جروند وراك تلاميذك ميسيو باتريك لا أرجوك شوف أزوان خري بايما هيكي عنا محطات حلوة بتحكينا عن كل المشاهير يلي منحبهم ومنحب انتبعهم ومنحب نتعلم منك ومنطللتهم اليوم أكيد عندك جعبة مشوالة بود اليوم جوي أوردس يعني كانت بسابعة أنه كن في مهرجان هالأتضخم ولأول مرة بالسعودية ومن أول مرة مهرجان يعني أنت كان بالأفكار أنت كان بالتابليات أنت كان باللايتينج التنظيم الراد كاربت كله كان مور دان بيرفكت وضروري نحكي عنه يلا مع مين بدنا نبلش نبلش مع فناني أنت ما بتحبيه أبدا ننسى عاجزهم أصلا هي منحسدك خدعتك أصلا هي منحسدك لأن تعرف قديش بحبه صح كلنا بنحبه إذن خلينا نبلش بالسوار ونبلش أكيد مع السويت هارت ننسى عجرم أطلت بفستان أكيد هذا الفستان أنت شايفتي كتير سحر لأنه معنا مع عدة نجمات ندين نجام وفاق الكيلاني نجوة كرم مش مية بالمية دايما ولكن هذا الفستان عند أليكزاند فوتيه كتير كرر إن كان ديق ديق إن كان طويل إن كان مع فتحة إن كان مع رافلز على النص لأنه هيدا السيناتور طبعا وهي ماشته اللي بتكون مدروزة كلها كريستلز مثل ما عم بشوفه عم بقرب لكم الصورة أول شي خلينا نبلش بالشيب طبعا جسمها لناس يطلع كتير حلو التنسيق العام هاتوتو هاتوتو الشعر مع اللو لايت مع الحلق الحلق ضروري فارجيكم ديق اللي بقين 200 بالمية مع الفستان نفس اللماء والصندال كمان شوف الصندال وشوز صحروت يكون كتير مناسب ديق بتكون الإطلالة أنيكة كير وبتكون بتكمل الإطلالة هلأ رحقول رأيي الشخصي بهالإطلالة أكيد حلو تيجي على راد كاربت مش غلط ولكن اللون على جسمها باهت يعني هيدا اللون بده حدا يكون أصمر أكتر كيرمال يضوى عليه اللون ويعطي كونتراست بس هو باتريك اللبس بعدة ألوان يمكن حتى لشين هيك لهي صح بس لانا نسي بشوفها باللون تركواز لون الأحمر لون الأورنج مثل اللون اللي ورانا أو اللي أنا مرتدي بالبقلة دايما الألوان الفايبران خاصة أنه بعد ما سمرت أنف تتلبس هيدا اللون هلا شغلة تانية كل الفنانين أو النجمات كان عندهم إطلالة أو تكريم أو بيرفورمانس يعني كان فيه تابلو عم بيغنوا مع تابلويات كانت كتير فخمة مع راكسين ومع فيجولز كان بيسوى بيسوى نانسي تغير فستانة مثل ما كتير ناس عملوا لأنه هاي إطلالة لازم تكون يعني حلو تتركها لغير حفلات لغير كونسرتز بتكون أجمل صحر يعني هاي الإطلالة كان مفروض لنعمل أفور أكبر من أبلو أوكي حلو عليها ولكن اللون مش زابط وكان مفروض تعمل أفورت أكتر تلبس أكتر أوت كوتور مش رادي توار على مهرجين هالأد كبير وهالأد فريد من نوعه قلينا نشوف الفيديو يلا ونشوف اللمعة طبعا الفستان قد ذاك كانت حلوة مية بالمية إلى الفيديو واو شفت بالفوتو ما بيبين مثل ما دايما منقول مش ناك نحن نفرج الفيديو ننوس هم تقليك باي لإليك طبعا بس عن جد قد يفي فرق بين الصورة وبين الفيديو صح كتير كتير فرق كتير كتير مش إنه شوي لا كتير بتحس في الصغير بس ياريت ياريت عن جد عطبنا عن أنسي أوقات ما عم تحفت تصيبها مية بالمية يعني مثل ما بقولوا تارة تن بتكون بيكون في إخفقت هالإطلالة كان طلعت بيرفكت لوعة غير لون كان طلعت مور دام بيرفكت يعني لون التركواز بياخد العقل على نانسي لو نقته بهذا اللون مش مشكلة خلينا ننتقل لزينا مكة اللي كمان كانت من بين الحاضرين زينا اختارت فستان لتحت الركبة مثل ما شايفين فوق الكاحل بشوي هلأ كستايل قبل ما فوت بالباتن وبالنقشة اللي هي كتير قوية كستايل اللي بقلة لأنه زينا مكة فريدة من نوعه دايما عندها قصة شعر تتميز فيها وعطيتها إذا بدك عندها الجمال الناعم ونفس الوقت دايما أنا لقيت الباتن قوي نقشة سوبر قوية يعني هيدا فستان بيطلع كتير حلو بالتصوير بجلسة التصوير إنما على الريد كاربوت كتير قوي هلأ كمان في شغلة لو كان طويل للأرض كمان كان الإناء أحلى وكان يكون مثلا بس من فوق شغله من تحت يكون سادة مش كله كان طلع أحلى بكتير حتى طوله هيك مش غلط ولكن مش كله من فوق لتحت هالنقشات العريضة والألوان الـ واللي نزع لدينا كلها هي الشوز ما بحض انتبهت للشوز انتبهت أول شي لشوز تحرجى أطلب نفوت أكتر على الصورة بشكل قريب ورح قرب لكم على الشوز وحتى حتى شوز ما عشيه مسكر على الإجر من فوق بلسة بربطة كتير غلط على هك فستان لازم تلبس لستيلاته الناعم تعطي مدى شوية لإجرية سؤال باتريك لا نعتبر هو زيته هذا الفستان بس بفرد لون يعني نحن عم نشوف أكيد أحلى بين الأحمر والأكرو لا نعتبر كله أكرو كان بيّن معجر أهل آد أكرو أصلا ما رح يلبق للا زينا ورح يطلع باهت هلا أنا كنت بنقل الأحمر أكيد على الراد كاربت الأحمر وخاصة إذا لحظت الراد كاربت لونه بيربل الأحمر والبيربل كتير بيطلعوا حلوين مع بعض وشفناهن مرة وبأوتفت ودايما بيقلك أنا الألوان البولد كالرز مع بعض كتير حلوين هلا لو كان الشغل بس على الصدر متل ما نحن عم نشوفه وتحت سيدة مخمل كله أكيد كان عطا مور روية كان عطا أشمل مية بالمية يلا خلينا نتقل هنا قربت لكم شوي على الصورة الشوز ما بيقطع ولا بأي شكل رح ننتقل لدنيا وإيمي سمير غانم من بعد ما إذا بدك خسارتهم للوالدة والوالد أكيد هلا عم نجح نشوفهم أكتر على السوشيال ميديا وبحضور بدي أقول أنه الجامب سوت الأول وحدة أنا افتكرته في السطن ولكن هو الجامب سوت مع كيب أسود ومبين أداه هو رويل ولكن المشكلة بالسواد سحر وتيكون في عنا أماش ما بلالة أو منو شفاف بيصير كتير تو ماتش آه يعني بيصير مبين كأنه كتير مغم مغم ما بعرف شو الكلمة اللي بدنا نقول بالعربة تنوصل الفكرة ولكن بيصير كتير هيك بولد أوي ما فينا إنكر أنه جسمها وشكلها إطلالتها هيك مرتبين لأنه هن البنات دايماً مرتبين هي وأختها ولكن كان بيصوي يكون في حركة وأزا منلاحظ بتاني صورة ساحة إذا بتشوفيها معي أو هون عم نشوف الجوليري اللي هن أنقضوا شوية الإطلالة وعطوا شوي إذا بديك لمعة لإطلالة هالأد كائبة وهالأد إطلالة باللون الأسود بس سؤال صغير العقد لازم يكون هالأد ضيق على الرقب إذا كان مثلاً شوي مرتاح فيه يكون شوي مرتاح بس هون هي لبسته كاتشوكر لأنه مثل ما لحظت سحر الأسطر الصدر عالية من نواطية عرفت بقى مش غلط أنه لبستها كاتشوكر هون هي عادة مش غلط ولكن شعرة كبرة موديل شعرة كتير كبرة وهي حدا ناعم وهيك دايماً ملامحة حلوة وميك أب ناعمة ناعمة هي حدا ناعمة والشعر أنا ما حبيت أطوبي هونس هون هم نشوفها هي وأخت هم نشوفها هي وأخت وهلأ رح نرجع نعلق أكيد على إطلالة أخت بس لفتتني كتير إطلالة الممثل زوجة لأيمي سامير غانم باللون الأخضر الفلفت لكتير إطلالته عن جد أنا ما عادة ما بعلق إطلالة الشباب ولكن بدلته كتير حلوة وكتير مرتبة وراح الاسم من رأسي عفوا أنا كمال كنت أسمو ما أنه حسن الردد ما بعرف صراحة ما عندي يعني عفوا ننسينا الاسم أوقات بتصير معنا ولكن بعتقد حسن الردد إطلالته كتير حلوة وخني أجع فوت آه أوكي خنينا ركز شوي على إطلالة أيمي اللي هي كان فيها كتير عجقاء لأنه ماشتين مشونين مع بعض الحرير مع الشك هلأ بالفوتو مقبولة سحر ولكن وقتها مشيت بالفيديو بتحس كتير دبشة لأنه وقتها يكون مزمزم بيعطي دباشة ما بيطلح له لازم دايما القصات تنقص كلوش هلأ اللي بيفهموا بتكنيك الخياطة رح يعرفوا عن شو قصدي كل شي تزمزم بيعطي برادة وبصير مع الشب وفي شغلي أنه رحنا شفناها لبسي أسود لأنه دايجال أسود بضعف هو لأ حسينا أنه دبش لأنه في كترة تقمش في كترة تقمش وبالنسبة لدنيا سامير غانم بدأ أرجع أنا ما بقف خاسس أنه مشكل الصور موجودين يعني بتحس هؤ إطلالات لحد بعد شوي أكبر بالعمر يعني كيف يروحوا على شي مور مور يونج ضمن هيدا ستايل الرويل مع الكيب بس يكون في هيدا أكتر أوكي هلأ خلينا نروح على ريا أبي راشد ريا كان العطب إذا بدك على الجمهور أنه سات مكرر هالستايل كزمرة ولبسة هيدا ستايل قبل من عد إليه صعب ومن عد عدة إذا بدك دور أزياء إنما ما فينا إنكر أنه اللون رائع اللون عليها أورانج كتير حلو وكتير اللي بقله هو من الألوان اللي درجة والألوان الصرخة بتلبقله لريا لأنه بشرتها شوي ميلي على فتح على فكرة ومش ضعفاني كتير هيك أنا حاس بلا ضعفاني هي من قبل ضعفاني صحر بس التسكير على الصدر كان منه ظابط وكان عاطة خسفة وقتا كنت عم تتحرك كمان كان عم بيبين إنه كتير ضيق عليها ريا من الناس اللي ما بيلبقله إذا بتطلعي معي بهالصورة صحر ما بيلبقله لما تسكر لك الغلط بتحسيه ضيق كتير الفستان فكرته حلوي كونسورفاتف زكرني شوي بكوين رانيا بتلبس كتير هيدا الستايل وبيلبقله ولكن هيدا بده بوليوم أصغر من ناحية الصدر يعني الصدر بيكون شوي أصغر وهي بيلبقله أكتر الأسة الفينك يعني الأسة الفي أو السبعة بالعربي بيلبقله أكتر بيلبق أكتر لشكل الصدر أوكي هون عم نروح على وفاء الكيلاني اللي باعتبره من أجمل 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 الأطلالات بكل الحفل سحر وبدول أنه هالفستان من أمضاء دار لبرجوازي مبين الشك الدقيل عم بيلمعلامة وهلأ هنتأكد أكتر لما نشوف الفيديو إذن عم نشوف وفاء الكيلاني ورح نشوف الفيديو سبحان الله بس يكون الشك مرتب لكي شو حلو إيه إتس يعني إتس رائع مدرفل ماجيكل طريقة الشك عن جد لبرجوازي ولا مرة بخيبوا ظن المتابعين تابعهم بالتقل وبالنظافة الشغل سح أنه قد ما كين مشكوك بس هلقدم رتب قد بتلاقي حفل وهي كانت المين هوست يعني اللي قدمت الحفل واو جير حلو أوكي خلينا ننتقل سريعا عند ليلى علوي اللي قطلت بهاللون القوي الفايبران اللون الفوشيا الفوشيا الغامق واللي هيدا اللون سحر بيلبق لك كتير وانت بتعرف إذا بيلبق لك الألوان القوية مثل ما بيلبق لك كمان على ليلة علوي طالعة كتير حلو كمان شكل جسمة كتير طالعة حلو كتير طالعة طالعة لمرتبة اختيار العقد كمان كتير حلو وهلأ خلينا نشوف إذا عندي صورة تانية لليلة ودعفاني كتير لكن هون لكي بهالصورة لكي بهالصورة قدي حلو قدي حلو وقدي مرتبة عن جهة ليلة علوي منا منا سايز سيرتي سيكس ولا سيرتي ايت ولا فورتي أكتر يمكن فورتي فور ولكن مش غلط السيدة يكون عندها امتلاقات ويكون في وزن زائد بس وقتا نشوف لابسة فستان يكون شكل جسمة مرتب من فوق لتحت والحلو نختارت فستان فكرة واحدة وهلأ منشوف الفيديو بنتأكد أكتر قد هي عجلت كانت موفقة بإطلالتها كتير موفقة وقدي مضعفة كلاسي أند ألغان عجلت حلو كتير أنه هي ضعفة كمان في نقول من الإطلالات المرتبة اللي كانوا بالحفل ودي حلو الكنتراست معلون السجادة والدهبة وراها يعني ألف تحية للفنينة ليلى علوي يالربينة على أفليم ومنحبة كتير لليلى وهنا بدي أقول سحر من شعاب السيدة يكون عندها وزن زائد ولكن تعرف تختار شي بليق لجسمها مش تكون سكيني لأ مش مطلوب من كل السيدات يكونوا ضعاف لأ يكونوا من كان فيها تكون حتى سايز ففتي شوف لأدي عم بوصلك هيدا الفستان أكبر ولكن يكون زابط على الجسم وتكون السيدة لابسة مشد هيكي بيطلع جسمها مع كعبة عالية أكيد بيزبط جسمها بيطلع حلو واللون مية بالمية اللون كتير حلو كمان من الإطلالات المرتبين أمضاء أنتوان كارح الممثل النجمة مية عمر لأطلت بالفستان الفخم من الفلفت الكحلة مع العقد عن جد يعني دايما تكون في خياطة حلو ونظيفة ولون قوي والفلفت هلأ عزو يعني هلأ وقته ينلبس نعم شاتوية صح كتير حلو يعني عن جد من الإطلالات الكتير حبيتها ورح أقرب لكم لفرجيكم حتى اختيار العقد والأحجار يعني السهل الممتنع ومنفس الوقت من تحت بتلاقي سامبل ولكن الشغل كله من ميلة فوق هالكاتس المعمولين والكاتس المعمولة بالنص كتير حلو وكتير مرتبة ومساعد جسمه باتريك صح أكيد وهي من النجمات بمصر الكتير حلوين والكتير عندها كاريزمة قوية وحتى بالتمثيل عم بتبدا شوفوا قدال قصة حلوة عم بقرب لكم تتشوفوا قدال فخامة المخمل It's very royal وفي بيحتار أوقات مع الناس لو ما حتى تعقد بقولوا لازم تحط عقد بس تحط عقد لأ أنا بلاقي طلال من فوق لتحت مع الشعر مع الميك أب حلوة It's wonderful هون عم نشوف العقد عطى إذا بدك لمعة حلوة وконتراست حلو الwhite diamond مع اللون الكحلة كتير طال حلو كتير بما حلو والحلو بما أنه ما بتأول ميك أب ناعم ناعم ميك أب أصلا هي بعدها جان ومحلو يعني دايما أصلا علق دارج الميك أب السامب منعرف له ألوان ترابية مثل الألوان اللي أنت كمان حطت لها اليوم خبرتنا عصفورة أنه أنت عملي ميك أب كاليوم أهوف يا عمي أنت شو مش معوش مخبر شو العمي السيدات كيف يعملوا ميك أحول يا عمي لا 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 يلا صورة جديدة خجلت سحر استحل والله ستحاتني أحلو هالكلمة ستحاتني قوية هالكلمة كلمة جديدة خلينا ننتقل للنجمة اليسا اللي كمان كان عندها حضور ملفت وكان عندها تابلو كتير حلو غنت كلمة حلوة وكلمتين للنجمة داليدا وكانت كتير اموشن البرفورمانس طبعا بدي أقول أنه هالإطلالة بتحير شوي لأنه جديدة لأليسا ولكن هي بالستايل قديمة بس على إليسا جديدة رح قللك شو نيقاط القوة بهالإطلالة وشو القصص الأخطاء اللي وقعت فيها هلأ إذا بتطلع بالصورة مزبطة مع ملها فوتوشوب كلها بعضها مزبطة إنما رح بلش بالشعر اللي بالنسبة لإليه هذا الشعر كان لازم آخر مرة نشوفه من عشر سنين قصة البومباي مع التاج مع تنسيق الحلق هاو كنا نشوفه على حيالة عروس من عشر سنين ولورا نرجع لورا عروس يعني حتى خرج عروس يعني حتى العروس ما بقى نعملها بومباي فوق طاصة الرأس فوق أو دغري يعني من بعد لجبين نقصم الشعر هذا شيء كتير 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 يعني وكنا دايما نعترض لأنه هذا الشعر بكبر يعني حتى إذا واحدة عام للفتينج ومضبطة حالة مجرد تعمل هذا الموديل الشعر بكبرها خلص بكبرها وبيعطي الراس مثل المنغا أو مثل البتنجين ومش بستحب يعني بتخيل لو ربطت شعرها بكل بساطة أو عملته واتلوك إذا كانت الإطلالة طلعت أجمل بكتير نهيكة عن الشكل على الصدر ولأنه الصدر كتير كبير هالكت كانت ضيقة عليها وما كانت عطيتها شيء حلوي ونفس الشيء على البطن هلأ حنشوف بالفيديو ننتقل لنشوف بالفيديو بتعرف أنا ريد تعليقات كتير كمان البعض متفاجئين من اللون إنه مش معروف إذا رمادة هو أسود أسود هون عميشوف بالفيديو كمان كترة الشك وهيك أنه متفاجئين من هذا سطيل يلي هي أخذته يلي يمكن يكون كتير حلو هيدا بده هذا أضعف من فوق بده أطول وأضعف بس أنا أنا ما زعجني الفستان لك البطن أدي كمان مبيان غلط بهذا الفيديو لأنه ضيق على منطقة البطن يعني هو المشكلة بالبرتي الفؤانية صح مع تحت أسود وكيف وسمبل حتى بده إليك شغلة سهلة حركة الصدر مانا غلط انتر موف أنه مخطوط كريستلز لأنه الكريستلز ججعين درجين بس كريستلز مع حلق مع تاج مع بومبي مع ضيق على الصدر وضيق على البطن هذا اللي نزع على الإطلال هالإطلال لابسي على حد أطول أضعف ويكون فيه وليوم أقل بالصدر أكيد تطلع أخلا وبلاء الأكسسوارات أكسسوارات العروس الكتير بلاها أكيد هنا عم نصل على ندين الجام لأطلت لأول مرة من بعد يعني من بعد سلسلة من الإطلالات اللي كلها شك 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 وإطلالات اللي من عند زهر امراد لا هنا غيرت رحت عند ايدن فاشن وكانت الإطلال كتير سمبل بفستان فالفت والشغل كان على الظهر هلأ هنشوف بالفيديو بيان أكتر لأنه هي بعد ما نزلت صور كتير وخلينا بالفيديو واضح أكتر لأطلالة عم نشوفها سحر فستان بسيط من قدام مع شولدر شوي دراماتيك والشغل كله على الظهر الكريستل مع الحبال المعطوطين على الظهر مع حلق امراد الحلق كانوا كتير حلوين أصلا ندين جسمه كتير حلو يعني شو ما لبست بي البحر حلو كتير الظهر بس شعر نزع الدنيا كله لأنه ما عدنا إيش عين الظهر مظبوط هيده إطلالة بدأ شعر راترو عفرد ميلي بدون أي منازع والراترو كتير بيلبق له لانا دين نجام يا رات يعني هيده إطلالة غلط ينعمل له هيك تصفيف الشعر غلط 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 لأنه كل الوقت عم تحاول تشيل شعره وما عم نقشع الظهر ولأنه الظهر ستيتمنت رح أرجع فرجيكم أكتر لكي شو حلو الظهر ما قدرنا نستمتع ما قدرنا نستمتع بجمالية الظهر لأنه فكرة بالظهر يعني نحن عم شوف فستان بسيط من قدام كان فيها هي بكل بساطة تخط شعره عجنب فيكون ليس فيكون راترو فيكون مودرن راترو فيكون واتلوك جنابة مثل اللي عم تعملوا مؤخرا مايا دياب يعني المشاهدين بفهموا عن شو عم بحكي لأنه صاروا بيعرفوا هون اختيار الشعر جدا سيء لهيك طلالة بس الفستان والفكرة طبعه والخياطة طبعه بدهني لأيدا وتنسيق الحلق مع الجوليري سوري تنسيق الجوليري مع الأكسسوار المعمول على الظهر من وراء كتير حلو مزبوط بس قربت الصورة شفنا شو صاير على الظهر من بعيد مبين عادي مصري مشان هيك معك حق بقصة الشعر يلي غطى كل هالجمال على الظهر مية بالمية خلينا ننتقل شو بعد عنا عنا لأنه عندي بعد عنا أصالة وأحلام يلا خلينا نفوت دغري بأصالة كمان كانت من أي لون حلو وفايبرانت وواضحة دي الألوان القوية دايما بتنتصر على الريد كاربت لأنه هيدا مثلا هون أصالة نفس فكرة إليسا كيب مع فستان بس لك شو طالح حلو عليها وليك شو آنيك والخياطة كتير حلوة والكريستلز المعمولين بشكل حلو على الصدر وعلى الكيب أنا كتير عجبني شعره كتير 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 وأكرر وأعيد إنه شعره عم بيزغره عم بيعطيها ايدانتيتي جديدة وعم بتكون مختلفة عن كل الناس على الريد كاربت طيب بالنسبة للشك ما بتحسوا شوية وماتش مفور أبدا إنه إذا كان أنعم ما بيطلع أجمل أبدا منه عجق تقول أنعم يعني منه أول شي فكرة واحدة كريستلز نوع واحد الفوشيا والويت كريستلز بيعشقوا بعض تعرفين يعني اللون الفوشيا أو الأحمر مع الكريستل بهالفة خامة كتير عطى رويل لو كان عادة كنا قلنا عادة بس هي أول شي سيدة منا صغيرة ما عمرها 16 سنة عم تلبس شي أكبر من عمرها عرفته يعني لو اليوم هي حدا عمره 30 سنة أو 25 سنة وعم تلبس هالأد شك منقول إنه عم تكبر بحالة إنه الشك بيعطي عمر وبيعطي إذا بدك مش كل نوعية الشك بتلبق لكل الناس صح هي لأ جاية بمحلة رايحة على مهرجين مش رايحة هي تتعش هي وأصحابها هي إطلالة بدأ شوي تشك الريترو لوك كتير لبقلة مش شوي عطاها ديفرنت لوك مع الحلة أنا شايفه عم بتبين أحلب كتير من قبل عم بتبين أصغر وفراش وفي نقول من الإطلالات الحلوة والرويل وكاتم ناسبة على ستيج ستيج هالأد كبير وعلى أد في إضاءة بدأت إطلالة دخامة دخامة هلأ بننتقل على أحلام اللي كتير فجأتنا إيجابيا وكان عندها إطلالتين خلينا نشوفون أول إطلالة بالفستان الأسود اللي كله جيوماتريكل كله لينز إن كان على هنا لكل الناس اللي عم بقولون أنه أحلام مضعفة هذا الفيديو إجا تيقلكم الشيب طبعا جسمة صارت حلوة وده هي بالفيديو بالفوتو لأنه بيتهمو أنا بتعمل فوتوشوب هذا فيديو مصور من سلولار يعني منعهم لفوتوشوب أبدا هيدا جسمة وأصلا أحلام طويلة منع منع قصيرة رح بلش قبل ما يقطع الفيديو التاني تمان نخلطهم ببعض بلش لك بهالإطلالة من زهار مراد هيدا إطلالة قديمة منع جديدة صحر ولكن خلينا أقول أنه الشيب طبع جسمة كتير طالعة حلوة الأسود مع الكولور شهر كتير حلوين لأنه الدانتال دايما صحر هيدا إطلالة قديمة ولكن جديدة لأحلام عكس إليسا هيدا إطلالة قديمة تعتبر يعني شفنا كتير بالسابق عند كل المصممين العالميين واللبنانية شفنا الأسود مع الكولور شهر يعني تقريبا كل سيدة عندها هذا النوع من الفساطين وحتى بالأوتلس كنا نشوفه كتير أسود مع لون السكن تيدة ولكن لأحلام جديد والشيب طبع الفسطان كمان جديد على أحلام طيب لو هيدا الفسطان هتطلب بلت لا 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 ما بيحمل بلت لأنه أول شي الرسومات المعمولة على الفسطان مقسمت له جسمها بشكل كتير حلو ما أنا بحاجة لا 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 أبدا يعني هون خطأ أن أتحط بلت لأنه المعمولين بالفسطان مكافين وموقفين وكتير حلو أنه رجعت غيرت لو ضلت بهيدا الفسطان من الأول للآخر كنا قلنا أنه أسود مع لون اللحمة وبهيك مهرجان وهي عادة تلبس أخلام تلبس تلبس كنا قلنا لا ولكن رجعت أنقذت حالة بإطلالة تانية مع تابلو مع هلأ بتشوف التابلو قدي رائع وهي الإطلالة بالأسود مع لون اللحمة ما كان بدي هالجوليري وهالناكلس لحطته ما قلو طعمة يعني دايما عند أحلام أنه شوفوني أنا بدي أحط وكب المجوهرات بس للأسف عم بيكونوا مجوهراتها مش بمحل لون كان بيكفي تحط حالة وشعرها ما حبيته كمان بهالإطلالة كيف يكون أجمل وأرتب ومحدد أكتر يعني لو عملت شعرها ليس وراء ظهرها كان زغرها بالعمر ويكون شوي على لون فاتح مع لولايت مع خصل شوي ميلين على برونز كان تعطيت شوي مثل بيونسي أو مثل النجمات مشوفهم على الريد كاربيرت برا مع هك إطلالة بيختاروا شعر ليس وتجاي لو شوفناها بكتير فساطين مثل هذا النوع الفساطين بالسابع بحكة بس الإطلالة التانية كانت تجير إكسابة جنت خليها نشوف وصول يا statement statement وشوف الدكار شوف الدانسرز الإضاءة بالفعل أحلام عم تتميز لا يعني مثل ما عم نشوف عن جد الإطلالة التانية وهنا في حدا كان عم برفاقه بالغنى كمان كانت لابسة أحمر وهنا عم نرجع نشوف أحلام مع هالفستان اللي كله كريستلز مثل كأنه عقد كبير مبلش من الرقبة ونازل لها تحت بعتقد من أجمل الإطلالات عم بحكي محطوطة بمحلة بقلب تابلو حتى قدم دعاف الفستان معقول وفيديو عم نشوف فيديو نحن مش عم نشوف فوتو وهذا الفيديو هذا كان لايف يعني هذا مت يعني لأنه في كتين ناس بيصيروا يشككوا ويقولوا عم تشتغل على فيديوهاتها هذا هذا مسور لايف في الفيديو أوكي أول شيء اللون الأحمر اللي كتاف بعقده هذا الفستان هو زيته كان فيها تلبسه على الريد كاربت بلا الكريستلز لأنه مع الكريستلز مع العقودة أكيد كان حيكون أوفر ولكن هي لبسته بالمحل المزبوط وبرافو لكل التيم اللي عم بيشتغله وهون إطلالة روعة صراحة يعني تعرفي وعندها تكون الإطلالة بالمحل وبالمكان المناسب ومع هالأتاب له كبير ومسرح هالأد كبير وغنية وهالأحمر It's more than perfect وفيه شغلة أنت قلت ليها مرة ومعك حق فيها ببسملك بالعشرة أنه قدي تياب فيه يخبولنا عيوبنا صح وقدي يمكن جسم حلو بيظهر فيه عيوب من خلال التياب وهو بيكون جسم حلو صح مثل إليسة مثلا يعني إليسة أضعف من أخلام أضعف بكتير من أخلام ولكن اختياراتها دايما فيه عندها مش لع منطقة البطن وع منطقة الصدر وبدأ أقولها سيدة دايما ما تسكروا ع منطقة الصدر إذا كان فيه فوليوم كبير لأنه بيصير بيبين أكتر وحتى لو فيه cut out أو فيه slit مثل ما بقولوا يعني فتحات ما بيكفي بتكون تشوفوا شكل الجسم كيف طالع صح السبعة أو الفيناك أو الديب فيناك هي دايما بتصلح النظر وبتصلح بدأ جاء لفستان أخلام أقول أنه مع أنه دراماتيك كتير كتير هون الشولدس طالين لبرا ولكن كتير لبقلة لأنها طويلة يعني هي مسموحة لتلبس هذا النوع من الفستان لأنها طويلة طويلة وهون حلو نشوف أم عروس أو أم عريس بنفس style إذا هي شخصية طوية وبعدها جان وعندها طول وهيك عندها إذا بدك الباور لأنه فيه هيك نساء بيلبق لون فيهم يعملون نفس الفستان على عدة ألوان اللون البوربل الحلوي يعني البنفسجة اللون النيلة مثل الكراسة اللي عادين عليها كمان بيطلع حلوي بس أكيد بلا هالعقودة أكيد لأنه بيصير أوفر بيكفي أن تحط عقد ناعم أو حلق كبير وخاتم كبير وتصفيفة شعر رترو طويل بيطلع كتير وحلو شهيتكن الرترو عن جد لأ شهيتنا الفستان كتير حلو ناقد ألمودة باتي خليل كنت سعيدة كتير بوجودك معنا لليوم شكرا شكرا لليك ولفريق العمل ومبسطت أنه اليوم حطينا فيديو لأنه كنت رحموت لو ما فرجي الفيديو بعرف بتكون عاد عصابك بعرف كتير كان حلو اللقاء وكتير عن جد تحضيرك عم بيكون بمحله وعم بتضوي على أهلا وسهلا أزيقان المشاهدين لهم نوصل إلى خطيف فترتنا الصباحية اليوم استثنائيا لهلأ أكيد موعدنا بيجدد بكرة صباحا بتمام ساعة 8 ونوص نحن كيب يوم جديد 8 ونوص نفتح البيب كل يوم الصباح لنقل لكم صباح الخير مع تمانياتي أنه هنهار يمرق عليكم بأقل كلفة ممكنة ويمرق مثل النسمة وتستمتعوا فيه تمام الاستمتاع أنا بدي ودعكم شكرا لكل الأيكيب العامل كانت معكم سحة رزغيب وهلأ بننتقل مباشرة إلى برنامج العوافة اشتركوا في القناة